شهدت قرية حجازي حسنين التابعة لمركز الزرقة بمحافظة دميات تنظيم قافلة طبية شمل وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة للتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية موجودين بقافلة طبية مجانية فيها 12 عادة خصوصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود سواء كان أخصائي أو استشاري طبعا معنا فريق من التمريد على أعلى مستوى والإداريين والفنيين كل ده فريق طبي كامل على أعلى مستوى موجود في القفلة 12 عيادة من ضمنها التخصصات الموجودة البطنة، العظام، الأطفال، الرمض، الأنف والأزن البطنة، الجلدية، الناسة، تنظيم الأسرة كل العيادات دي موجودة عشان تغطي القفلة بالتخصصات المختلفة أنا فيه فعلا مقابلة كويسة وناس محترمين بيقابلني أحسن مقابلة وبعدا أطعنا التذاكرة ومشانا في الخطوات العادية جدا جدا كله بالمجان أطعنا التذكرة وكشفني وأخذنا العلاج لأنا أحسن رعاية وأحسن عناية وأحسن مقابلة أكشف عظام والحمد لله دكاترة كويسة واخذنا على لجنة والحمد لله كويسة بمية مية